اشتركوا في القناة او حتى مع نفسي بالاحرى ممكن استخدمها لاني اعمل مخطط حتى افهم المشروع اللي في رأسي زي مبدأ عمل الخرائط الذهنية خلينا نتعرف على هاي الطول وكيف ممكن نشتغل عاليا الان الموقع اسمه كاغل ات زي ما انتم شايفين ممكن تعمل ساين اب انا اريدي رح اعمل لاني اريدي عامل ساين اب وفوت في ايميلي تمام ولنفرض اني انا بدي اخطط لمشروع كافي معين باجي على create diagram بكبس عليها هيطلع عندي المربع اللي امامكم فبقول لي click to edit title انا رح احط مثلا كافي واكبس برا لاحظوا كيف في اربع زوايا لو اجعلها في زائد هذا الزائد منه انا بضيف الفروع انا بضيف الفروع للكافي بمعنى الامور الاساسية اللي لازم الكافي يحتويها فيكبس على واحدة هون مثلا بدي اقول stuff وحو بدي اقول design وحو بدي اقول حفيظ السلامة مثلا الله مصلى على سيدنا محمد location الشغلات اللي بدي اناقشها انا location وحو بدي اقول menu menu طيب ممكن انا احرك الشكل زي ما بدي او هاي من عنده النقطة هون هاي اللي branches ممكن اميلها عفوا ممكن اميلها زي هيك الاخري زي ما بدك او ممكن تكبس على واحدة من اللي branches كليك يمين تطلع عندك هاي الدائرة غير لون choose style delete branch copy branch drag and transplant branch add branch وممكن انت تعملها على location طيب شيء الحلو موضوع menu بندرج منه شغلات كثيرة فممكن انا اعمل واحد اتنين ثلاث اقول والله من menu لازم نناقش موضوع الفود ونناقش موضوع للدرينك اوكي والثالثة شو الثالثة هاي اوف خليني اتصل بصديقي فلان لفلاني ويشاركني بالموضوع ويدخل معي اونلاين يساعدني في التخطيط فماجي على الزائد اللي هون وبسل له ايميل ونفرض اني راح ارسل لنفسي انا على اساس شخص اخر فاقول send ننتظر بس شوي عبين ما يجيني الايميل عبين ما يجيني الايميل ثواني ثواني انا اوليكم كيف راح اصير انا كشخص اخر ادخل على الرسمي واناقش اجي هون ها جاني ايميل شايفين جاني ايميل بكبس على فيو وحكيت مع تليفون ايش رايك شو ممكن تساعدني بهذا المخطط شو ممكن تضيف هذا للشخص التاني هاي الصور عند الشخص التاني باقول له وباقول له يا معلم شيشة ضفت واكبس برا بلاحظ لو ارجع على الرسمي الاولانية بلاقي انضافت الشيشة بكل بساطة فهيك انا استعنت بصديق وشاركت وطبعا ممكن يمتد الموضوع لأفكار كثيرة والاخره ويطلع عندك مخطط كبير ومفصل من اي تزد شاركت فيو نفسك وشاركت فيو اصدقائك وحطيت فكرة في راسك على شكل مخطط مثل مبدأ اللي بيسموهم الخرائط الذهني شاء الله يارب انكم تستفيدوا من هاي الطول واتمنى الحلقة عجبتكم اي كومنت براحب فيو اسفل الفيديو لا تبخلوا علينا بلايك سبسكرايب وشير وانتظرونا في كل جديد سلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر